موسيقى أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث مخصصة للحديث عن مستجلتات الوضع الأمني في تعز بعد عودة الاغتيالات مجددا إلى المدينة اتهمت شرطة محافظة تعز قائد كتائب أبي العباس بالتستر على مجرمين ومطلوبين في قضية اغتيال محمود الحميدي مدير عام الشرطة العميد منصور الأكحل قال في مؤتمر صحفي إن الأجهزة الأمنية أمهلت كتائب أبي العباس 12 ساعة لتسليم القتلة بناء على توجيهة محافظة المحافظة لكنها رفضت وبدأت باستهداف دوريات الحملة الأمنية وقتل أفرادها إلى ذلك أكد مصدر أن المواجهة أدت إلى مقتل جندي وإصابة خمسة آخرين برصاص مسلحين خارجين عن القانون وسط مدينة تعز بيان صادر عن الشرطة أوضح أن مجامع مسلحة قامت بنشق ناصة ومدافع هاو وسط الأحياء السكنية واستهدفت أقسام الشرطة في حي الجمهوري نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين مستجدات الوضع الأمني في المحافظة وموقف السلطة المحلية وإدارة الأمن في تعز من السمرار الاغتيالات للضباط الأمن في المحافظة نشاهد التقرير ثم نبدأ النقاش مع ضيوفنا شريك للجناة ومشارك في جريمة اغتيال ضباط الشرطة وفق القوانين هكذا وصفت شرطة تعز عادل أبو فارع المكناب أبو العباس خلال مؤتمر صحفي وضحت فيه تفاصيل الأحداث الأخيرة في المدينة والتي ذهب ضحيتها قتلان من الأمن وثلاثة عشر جريحا بسبب ما أسماه المتحدث باسم الشرطة رفض تسليم أبو العباس المطلوبين أمنيا ومنعه قوات الأمن من القبض عليهم الأحداث المتلاحقة والتحقيقات الأولية للشرطة أظهرت وجود خلية مسلحة محمية من كتائب أبو العباس وهي الخلية التي نصبت كمينا للأمن في الحي الجمهوري بعد القبض على أحد أفرادها المدعو مختار العسيق وهو ما أدى لسشهاد النقيب محمود الحميدي الجمعة الماضي وفق إدارة الشرطة فإن مهلة مدتها 12 ساعة أعطيت لأبو العباس لتسليم قتلة النقيب المحمودي بناء على توجيهات المحافظ نبيل شمسان إلا أن المهلة انتهت بانتشار مسلحين بحي وادي المدام وقيامهم بالاعتداء على الجنود وبحسب البلاغ الأمني فإن المجاميع المسلحة المحمية من الكتائب قامت بنشر القناصات ونصب مدافع الهون مستهدفة للأحياء السكنية ما أدى لمقتل امرأة واستشهاد الجندي عمار عبد الكافي وإصابة خمسة آخرين قنصا في الوقت الذي قامت فيه عصابة المسلحة بقيادة المدعو أحمد الذرة بنشر الشاشات ومدافع في منازل سكنية أسفل قلعة القاهرة الفوضى الأمنية الموجهة بوصف مراقبين ستستمر بتعز طالما بقيت سياسة التفاوض مع المطلوبين أمنيا هي الرائجة وطالما ظلت مشكلة أبو العباس المصنف في قائمة الإرهاب دون حل نهائي يفضي لتمكين الأمن من بسط تواجده في كافة أنحاء المدينة والمحافظة أجددت ترحبكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث كما أرحب بمن ينضم إلينا من تاز العقيد سمير الأشبط مساعد مدير الأمن أرحب بك سيادة العقيد إذن بداية نضعنا في مسجدات العمليات الأمنية الخاصة بضبط العصابات المسلحة كما يصفها بيان إدارة الأمن أرحب بك ومشاهديك الكرام الحملة الأمنية قامت طبعا كانت الهدف الرئيسي ضد متهم وهذا المتهم هناك أمر طهري ووجده الأخ النقيب محمود الحميدي وهو الحملة التي كانت برفقته وأخذه وكانت تفاهم تفاهم إيقابيا ولكن يفاهم الأخ النقيب بوابل من الرصاص وقنصة في جبهته في مقدمة الرأس على إذرها انتقل شهيدا إلى ربه طبعا الحملة قامت من تابعة الجنات لكن الجنات تفروا إلى وادي المدام وهذه وادي المدام بين عقبة المفرح الحدث وقع في عقبة المفرح وبين حي المستشفى وحي الوادي هذا وادي المدام طبعا هناك جماعة منفلتة من جماعة أو من كتيبة الكتيبة الخامسة باللواء 45 بقيادة العقيد أبو العطاة رفضت تسليم هؤلاء الناس والمقرمين والقريمة مشهودة أمام الناس أمام العالم هناك دم سفق هناك شهيد فقط وأرادت الحملة الأمنية أن تقفض على هؤلاء الخالقين على القانون الذين نصبوا الكمين للحملة الأمنية لكن المثلثين قاموا بحماية جملائهم والآن الحملة الأمنية توقفت حسب أوامر رئيس اللجنة الأمنية المعافظة المعافظة الأستاذ الشمسان ولكن ما زال الطرف الآخر لم يسلم المطلوبين وكذلك يتمترس وينصب القناطة في البيوت المجاورة في حيى الجمهوري ويقنص القسم شرطاً في الجمهوري وأفراد الحملة الأمنية إلى النقطة في هذا السياق حتى أفهم منك بشكل مؤكد الأوامر بإيقاف الحملة الأمنية جاءت من المحافظ نبيل شمسان ليس اللجنة الأمنية نعم نعم على أساس وهي مشروطة أقوى وهي مشروطة أن الأخ القائد الكتيبة أن يلجم أفراده بتسليم جملائهم إلى الحملة الأمنية ولكن إلى الآن لم يكن أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد الأشبط أرحب من سيادة العقيد أرحب الآن بمن ينضم إلينا من ماليزيا الناشط السياسي سيد عبدالصمد الصلاحي أهلا بك سيد الصلاحي إذن برأيك ما هي أسباب عودة هذه يعني الاغتيال عملية الاغتيال التي حدثت وكذا يعني من يتحمل المسؤورية فيها برأيك حكرا أخي العزيز شكرا أولا لجعبتكم أولا طبعا من الطبيعة أنه في هذه الظروف الستثنائية التي يمر بها الوطن أن تكون هناك اختلاع الأمنية فيما لا تكون محررة كون سلطة الدولة الثلاثة ليست فعالة لحد الآن وينقصها الكثير بالإضافة إلى أن السلطة المحلية في تعز لم تستقر فقد تم تغيير ثلاث محافظين خلال أربع سنوات بما يعني أن المحافظين والسلطة المحلية الذين يتم إيقالتهم أو حتى المحافظة الجديد لم يتمكنوا منتهم واستيعابة بعض الاقتلال وأسبابها وفي الأخير تعز فيها زخم إعلامي كبير وأي قضية بسيطة تتحول إلى قضية رعي عام بسبب هذا الزخم وبالتالي هناك تعدد للروايات حول الأحداث وتضيع الحقيقة ونحن لا نستطيع أن نعتمد على هذه الروايات لبنى موقف وتحديد من هو على خطاة وغلصات بمعناه أن الحقيقة صحة ضائعة ونصنا كذلك مخولين بالتقيم لكن بغض النظر عن ما هي الاختلال في الأمن والمتسببين بها لا أستطيع أن نتهم طرف معين بأنه سببها ولا أستطيع اتهام السلطة الأمنية بأنها مقصرة لكن دعونا نقول بأن ما يحدث في تعز هو نتيجة لظبابية المشهد الأمني كون أغلب المناطق داخل تعز حدثت فيها حوادث أمنية مؤسدة حالة قتل واعتداءات وتباود الإطلاق نار ما يعني أنه يستوقع بها الأجهزة الأمنية وضع خريطة توضح النقاط الأمنية الساخنة داخل المدينة وتعرضها بوسائل الأهلام وأن يتم تحديد المتسببين بالاختلالات الأمنية سواء كانوا أشخاص أو جماعات وتسميتهم بالاسم وتعرض للناس بحيث تثبت قضية لتفحولها الناس بما للتعايير الشعبي من أهمية ذلك يا أخي القصة كلها هي تكمن في الإجراءة أنا أرى أن الاختلال الأمني هو فقط نحن مع ضبط الخارجين عن القانون لكن لا تتم الأمور وفق مسار قانوني طيب هل يكون يعني برأيك في هذه النقطة إضاحة الأسم والإعلان عن الأسماء دون مسألة اتباع الخطوات القضائية هي خطوة قانونية يعني هل من الطبيعي الآن وفقا لهذا الزخم الإعلامي الذي تحدثت عنه ووسط تبادل الاتهامات أن يتم الإعلان عن الأسماء قبل محاكمة أو قبل ما يشبه المحاكمة أولا للجهات الأمنية يجب أن تكون أولا مهنية في عملها كون القرائم التي تحدث هي قرائم شخصية وليست قرائم جماعية لا يمكن أقاب مجتمع أو مجتمع مدني صغار أو في منطقة مهينة بأنه كلهم ارتكبوا القريمة يجب التحقيق والوصول إلى الشخصية هذه لأن القريمة شخصية أولا الأسماء لا بد أن تنشار لأنه صراحة الناس يريدون أن يعرفوا ماذا يحدث منهم هؤلاء الأشخاص ولا يهمون بغض النظر عن انتماءاتهم يهمون بكل أحوال أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد الصلاحي أعود إليك سيدة العقيد الأشبط في هذا السياق لماذا لا تعلن الأسماء كما يقول كيف وجدت النقاط التي طرحها السيد الصلاحي في السياق أن هناك تبادل للاتهامات وهناك عدم طمأنينة في نهاية المطاف يشعر فيها المواطن لأنه لا يعرف من هو الذي يقف وراء عمليات الاغتيال هذه بعدم تسمية الأجهزة الأمنية للملاحقين بالضبط طبعا كلامه جميل صراحة كلام جميل ويعد قراءة عقلانية للمسألة لكن الشرطة في فعز تنطلق منطلق قانوني بحث بمعنى أن الحادثة التي وقعت كانت سببها أن الحملة الأمنية قامت بالقض على رجل متهم وهناك أمرا قهريا من النيابة هذا واحد أثناء الاتهاء أثناء القضع لهم قوبلوا بوابل من الرصاص وبقنط قائد الحملة هذه قريمة مشهودة القريمة المشهودة في القانون القراءات الجزائية أعطت لمأمور الضبط القضاء يعني مساحة كبيرة وطلاحية أوسع المادة في القانون القراءات الجزائية المادة مئة وثمانين توسع صلاحيات المأمور الضبط القضائي ليست فقط بجمع الدلالات أو الستلالات ولكن بالقبض والتحقيق ومداهمة أي مكان يعتقد بأن المرتكب القريمة المشهودة موجود فيه إذن هناك دماء هناك شهيد سقط في وقت معين في لحظة معينة ومأمورية الضبط القضاء يجب أن يتابعوا مصدر النيران والمتهم الذي يعني أقر فيه أو أقر الشهود العيان أقروا بأن المتهم فلان 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 هذه الأسماء التي مدير أو شرطة محافظة سلمتها لمحافظة المحافظة رئيس اللجنة الأمنية وسلمتها كذلك لقائد الإخطار وسلمتها لوزير الداخلية والمهندس أحمد بن أحمد الميسري ولكل المعنين في الأمر إذن القراءات القانونية لدى الشرطة كانت واضحة ونحن دائما نقول نحن لسنا في صدد المناكفات هناك في سعز أمر معين يحدث نحن لسنا في صدد ولسنا طرفا فيه نحن ننفذ القانون نحن نحمي أبناء سعز نحن المطلوب أن يكون هدفنا الأول والأخير هو أبناء سعز المواطن السعزي نال وقاص وتقشم هذه المعان المشاكل طيلة هذه السنوات السابقة يجب أن ينعم بأمن والمدرن نحن نلاحقه أي كان لا يهمنا المسنيات ولكن نلاحق المدرن وإقراءتنا سليمة 100% وهنا سأسمى في الحملة الأولى أعطيت للجهة المعنية وفي الحملة وفي الحملة الثانية أعطيت الجهة المعنية نتمنى من الجهة المعنية أن تتبرأ من هؤلاء الذين يعني يقشمونها دائما في صراعات الصقوطة وصراعات الكهة المسؤولة عن استثباب الأمن وحب دماء المواطنين وحب دماء أبناء تعز نركو من الإخوة قادة كتيبة الخامسة في اللواء الخامس أن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يتبرأوا من هؤلاء الناس وأن يكونوا رادق ومعجز رئيسي للأمن ورسلامة المواطن في مدينة تعز طيب في هذا السياق هل أفهم من كلامك الآن أن التوجيهات بإيقاف هذه الحملة الأمنية كانت معرقلة لكم في سياق استمرار صلاحيات الأمر الأمني الذي تحدث عن صلاحيات هذه فيما يتعلق بضبط المتهمين في هذه الحملة الأمنية نحن طبعا نعلم الوضع في تعز معقد وهذه تتطلب يعني آراء وناضجة في قضية تطفيق حتى القانون أعتقد أن الأخ محافظة محافظة عندما أوقف هذه الحملة يعلم أن هناك طرف آخر متصلب ومتشنك وواقف عند رأيه فرمى الكرة إلى ملعبه وأراد أن يقول للطرف الآخر أنت ابن الدولة سينبغي لك أن تكون كما ينبغي لنا أن نراك فيه طيب أرجو مرة أخرى أن تتفضل بالبقاء معنا سيادة العقيد أعود إليك سيد الصلاحي برأيك إلى أي مدى قيام الأجهزة الأمنية بمحاولة اتباع القانون في سياق مواجهة هذه العناصر المسلحة التي يبدو أنها تسفيد من التوازنات السياسية بداخل محافظة تعز للاستمرار في عملياتها المقلقة للأهالي والسكان وحتى لاستهداف أفراد الأمن أنفسهم أولا قبل كل شيء نحن كمواطنين دائما نحب المكاشفة أن تكون السلطات المحلية أن تكاشف المواطنين بهذهفة ما يحدث إلى حد الآن لا يوجد مصدر إعلامي أو مركزي إعلامي متخصص في السلطة المحلية يوضح حقيقة ما يحدث للناس وكل مهما هو موجود أن نستقع أخبارها من وسائل التواصل الاجتماعي كما قلت لك لكن في رأيي أن المشكلة هي قانونية قبل كل شيء كانت بالنسبة للإقراءات القانونية أولا وهذه الإقراءات كيف ستمثل بالتالي أولا نشر قائمة بأسماء المطلوب الأمنية مرسق بها القريمة المرتكبة قرين كل اسم وتنشر للرأي العام قبل أن انطلق الحملة الثانية هي أن القائمة يتم توقع عليها من قبل المحافظة والأحزاب السياسية ومنظمة المجتمع المدني ولقنة حقوق الإنسان في المحافظة والثالثة هي استصدار أمر قضائي من نياب الآمن في ملاحقة المقرمين لكي تتم بغطاء قانوني الرابعة تحديد جهات الضبط من الأجهزة الأمنية ويراثقها لإعلام الحزبي الرسمي خمسة تحديد المناطق التي يتواجد فيها المطلوبين أمنيا باعتبار أن قوات الأمن لديها قائمة على حساب البلاغة المقدمة المنظومة فيها مسبقا ستة فتح مغابر آمنة المدنيين في كل منطقة يتواجد فيها المطلوبين أمنيا سبعة إحالة كل من يسلم نفسه للقضاء والتعامل مع من رفض تسليم نفسه وقوام السلاح أما ثمانية إجراء محاكمة عادلة وإلى حد الآن لم نشهد أي إحالة أي مطلوب أمني للقهات للنيابة والقضاء وقد حصلت حوادث أمنية من خلال أربع سنوات متتالية أو ثلاث سنوات متتالية يا أخي القصة كلها في عدم استكمال التحرير عدم استكمال التحرير تولد للناس فراغ يقبو في هذه الأمور في مارسة الاختلالة الأمنية يجب عدد استكمال التحرير وكل هذه الأمور سوف تنتهي لأن الناس الآن فارغين بدون عمل بدون مهمة هذا ما عندي أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا مرة أخرى سيد الصلاح بعودة أخيرة السيادة العقيد إليك ما هي الرسالة التي توجهها الجهات الأمنية في تعز للمواطنين بداخل المدينة وقبل ذلك أيضا لمنتسبيها في نهاية المطاف النقيب المحمود هو من منتسبي إدارة الأمن الحميد عفوا أقول كلام جميل قول الأفر صلاحي بأن مشكلتنا مشكلة التحرير فعلا أتمنى من الرئيس المشير عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للخوات المسلحة وكل المعنيين في هذه المسألة أن ينظروا بتعز نظرة جادة ونظرة يعني كما عودتهم تعز وعودوها هم أن التحرير هو الحل والشفاء الناجع لقضية تعز سواء كانت أمنية وضح هذه النقطة يعني ليس لدينا هناك متحدث من الجيش حتى يعني نفصل أكثر في هذا السياق أو من السلطة المحلية أنا أتحدث يعني أقصد من محافظة تعز الآن نتحدث عن كيف يمكن تطمين المواطنين أن الوضع الحالي حاليا يمكن له في نهاية المطاف أن يتحسن وأيضا ما هي رسالة التي تواجهها لأفراد الأمن أنفسهم الرسالة المواطنين طبعا أقول لهم الوضع الأمني كما تعلمون تحسن خلال أربع السنوات السابقة في 2018 كانت قفزة أمنية قوية والكل يعلم هذا هناك بعض المطلوبين تم القفز عليهم هناك مربعات كانت مغلقة دخلتها الدولة والأجهزة الأمنية كانت نسبة الضبط القريمة أربعة وثمانين في المية في 2018 و2019 إن شاء الله سيكون الضبط القريمة أعلى نسبة بإذن الله وأقول نحن في خدمتهم ونحن موطفين لديهم وأما الرسالة الثانية للشك الآخر رجال الأمن أقول لهم أنتم رجال الأمن أنتم أمل هذه المدينة وأمل هذه الأمة أمل أنتم مستعدين أن تقدموا وأنا أولكم أن نقدم نفوسنا وأرواحنا رقيقة من أجل سلامة البلاد وسلامة أبناء تعز ومدينة تعز وأشكركم على ما قدمتموه من شهداء وأنتم مستعدين لتقديم المزيد من أجل هذه المدينة وشكرا للجميع سواء كانوا أبناء تعز ومواطني تعز ورجال وقيش وأمن تعز أشكر الجميع شكرا لك سيدة العقيد سمير الأشبط مساعد مدير الأمن كنت معنا عبر الهاتف من تعز بعودة أخيرة إليك سيد الصلاحي في هذا السياق أنت تحدث عن ضرورة تحرير المحافظة لكن يبدو أن هناك موازنة ما بداخل أو يعني توازن معين مشكلة سياسية معينة بداخل البلاد كلها تعيق ذلك كما يقول كثير من المراقبين إذن برأيك ما هو الحل بداخل المدينة كيف يمكن أن تستطب الأوضاع بمعزل عن المؤثرات الخارجية فيها سيد صلاحي سيد صلاحي هل تسمعون يبدو أن هناك إشكالية في الصوت كان قبل قليل معنا سيد صلاحي تحدث على أن السلطة المحلية لم تستقر في تعز وهذا الأمر أثر بشكل كبير في ازدياد حالة عدم لا الاستقرار بداخل المدينة وفي نهاية المطاف هناك أيضا تراشق للاتهامات هناك عدم وضوح للمعلومات ومن وراء الاختلالات الأمنية في تعز كان قد طالب الأجهزة الأمنية بالإعلان عن أسماء المتهمين في سياق بداية كل حملة وفي المقابل كانت تصريحات إدارة الأمن أنها تقوم بالإجراءات القانونية بهذا السياق وليس لديها إلا القيام بذلك بهذا مشاهدين الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحداث نشكركم على حسن المتابعة والإنصاب في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر